عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا وَضُبِطَتْ سُنَنَا أبن فتش وهي رواية الأكثر تكون هذه الكلمة مفردة وما كان على وزن فعلا فإنها مفردة ثنًا جمعها أفنان سبب أسباب وعما بالضم فإنه جمع إذن لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا يعني طريقة من كان قبلكم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا أي طرق سنن من كان قبلكم إن قلنا سنن فلا إشكال في ذلك فإن لهم سننًا وطرقًا متعددة قد ضلوا وتاهوا فيها كما قال عز وجل وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَةَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وإن قلنا إنها على رواية الفجسنًا فإنه لا يدل على أن لهم طريقًا حقًا لما؟ لأن الله عز وجل قال في سورة النحل وعلى الله قصد السبيل أفرد ومنها شائر فهناك سبيل جائر ليس حقًا